السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على الشرف المرسلين مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في مطبخ حسناء سريف كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير على خير بأحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله كما كتلاحظوا معي أخواتي اليوم إن شاء الله غدا نشارك معكم هاد الحلوة اللي قد جي سراحتنا رائعة جدا معروفة بها مدينة آسفي فإن شاء الله أخواتي تجربوها بصحة والراحة وتنال إعجابكم ولكنتو أول مرة كتزروا القناة ما تنسوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يصلكم إن شاء الله كل جديد فندزوا دبا المكونات والطريقة دي للتحضير فخليوكم معي بإذن الله فكما كتلاحظوا معي أخواتي هادهما المكونات اللي غنحتاجوا فهد الوصفة هادي عندي 500 جرام دي للقرقاء كندخلو هاد القرقاء هاد الفران تتحيد من الرطوبة واحد خمسة دي للتقايق فقط ما نخليه حتى يتحمر وإنما تحيدنا غير رطوبة من القرقاء صافي وكن نلقيوهم زيان عندي هنا يا كاس دي العنبة دي البياض البيض اللي خدمت بيه الحلوة دي البارح ولي خدمت بيه اليوم هاد الحلوة دي معاكم وعندي جوج كيسان دي العنبة أيضا في المقابل دي الكاس دي البياض البيض كنديرو جوج كيسان دي السكر الخاشين فبغينا نخدمو هاد الحلوة هادي بالكاوكاو فنحمرو الكاوكاو في الفران ونفسخوه ونطحنوه بغينا نخدمو باللوز فممكن غي هي الأصل باش كتتخدم باش يعني معروفة هاد الحلوة هادي عاد الناس دي الأسافي فكتتخدم في الأصل بالقرقاء فانا عطيتكم اختيارات وفي القرقاء يعني كيبقى مضاقها مميز حتى بالكاوكاو وحتى باللوز كتجيزوينا والقرقاء يعني ككون عندها وحد المضاق رائع جدا غد نطحن هاد القرقاء هادا نحاول ما نطحنوش حتي يتنيل حتي يتتعلق وإنما كنطحنوه الجهد يعني اللي كيبقى وحد شوية كتحسو بأن الملمس دي الهاد القرقاء هادا كتحسو بأن القرقاء شو يبقي حرش يعني مكي تنيلش بزات فغدا نصب هاد هاد الكاس اللي تحنط في هاد الإنق هادا غندمجن مكونات مع بعضهم مزيان وغدا ندوزوا ان شاء الله المرحلة التالية باش نوجدوا المورنغ ان شاء الله فخليوكم معي بإذن الله باش ننجحنا أخواتي المورنغ داروري كنناخدوا هاد الكاسرونة كندير فيها وحد الكيمية دي المني ما تكونش كتيرة بغينا هاد الإنق اللي غنحطوه فيه بايض البيض ما يوصلش انه يعني الإناء الملي تكون سخون أنا يزد نقص من هاد الملي انه بلي شوية قريب يعني خاص يبقى غير البخار هو اللي واصل لنا هاد الإناء هادا وكان استمر أخواتي كان بقى نطرب فبايض البيض وهاد الشكل هادا حتى كتشكلنا واحد الرغوة من بعد كان بدا نزيد في جوج كيسان دير السكر الخاشين على ثلاثة دير الدفوعات وحنا كنضيفهم بهذا الشكل هادا حتى نكمل الكيمية اللي عندي دير السكر هاد الشكل هادا نقطع الفيديو حتى نحسب ان المورنغ قرب يوجد ان شاء الله نكمل معاكم الفيديو باش ميجيش الفيديو طويل بزاف وكما لاحظت اخواتي ضفت الكمية اللي بقات عندي دير السكر وكنستمر اخواتي بهذا الشكل هادا هنا كما لاحظت ها هو المورنغ بدك يوجد مني كي تشكلنا واحد المنقار ديال العصفور في اليدين ديال الطراب صافيك نحبسو البطرة ها منقوصة غيب مع الكاميرا كسبان على انها مجهدة ما خش البطة او للعافية تكون مجهدة بزاف باش ميطيبش ان البيض والمورنغ يطلع لنا على خاطره يوجد على خاطره هاد المورنغ هادا فلاحظو اخواتي مازال غنزيد واحد شوية هاد المورنغ هادا وكنحصل اخواتي على المورنغ واقف بهذا الشكل هادا وطالع القيوام ديالو بهذا الشكل هادا اخواتي يعني مني سنقلبو الايناء ما تنزلش لنا المورنغ وهذا هو المنقار ديال العصفور اللي كي تشكل لنا في هاد اليدين ديال الطراب ونطلق معاكم ان شاء الله في المرحلة التالية ناخد القرقاع اللي تحنى في الاول نديره في هاد الايناء هادا ومن بعد اخواتي غدا نصب او لنكب على هاد هاد القرقاع هادا المورنغ اللي عندي غدا نخلي واحد ثلاثة ديال المعالق كبار فقط هاد المورنغ هادا يعني كسب قاوض ضيفه في المورنغ على القرقاع حتى كي بلكم راح القوام ديالو ولا قابط راسو الى ضفن الكيميا كل هادي المورنغ فغد تتلقاهوا على ان الخليط عادكم مسيح ومطلوق بزاف وماني غانجيون بوشيو هادا الخليط هادا فوق اللاط على شكل وريدات ما غير خرجوش انه وريدات مقادن ومسنين يعني غير خرج انه غير على شكل آآ كتلة واحدة فقط وكان بقى ندير هاد الحركات هادو من الفوق اللي تحت باش مكين نزلش انه هاد المورنغ هادا اللي طلعنا حتى نضيف الكمية اللي خاصاني ديال المورنغ هاد الشكل هادا اخواتي وكن حصل اخواتي على خليط بهاد الشكل هادا كما لحتوا دول قوام ديال الخليط اللي غنخدمه ان شاء الله او اللي غنبوشيه في اللاطة غدن ناخد الجايب ديال الحلواني والراس اللي خدمت بيه اخواتي في البوش هو هادا هانتوما وغنبدا ان شاء الله نبوشيه في اللاطة لشكل وريدات تكونو حدا بعده ونطلق معاكم ان شاء الله اخواتي كان ناخد واحد اللاطة كنفرجها بورق المطبخ ضروري باش ملسقش منه هاد القرقع اللي مخلط يعني مع المورنغ لانه تكون حساس بزاف فكنبدا نشكل وريدات بهاد الشكل هذا هادا هو البوش اللي خدمت بيه فباي نوع ممكن انكم تخدموا بيه كان بوش اصغر او الراس دي القوش اصغر من هادا اللي خدمت بيه فكي يجيوا صراحة زوينين فتيبقى لكم اخواتي الاختيار وكنستمر الوريدات كيكونو حدا بعضياتهم بهاد الشكل هادا حتى نكمل الكيمية كلها هاد الشكل يعني را ما تيضاعبش الحجم ديالهم نهائيا ما تياخدوش حتى وقت طويل فالفران باش يطيبوا هاد الوريدات هادو هاد الشكل هادا فهلك الخليط ما مطلوق بزاف ما غد خرجوش ما يخرجوش انه هاد الوريدات هادو مسنين بهاد الشكل هادا فهذا هو عالش اخواتي قلت لكم تضيفو المورينغ غرب شوية بشوية فما كتبقاش واحد الكمية كثيرة ثلاثة ديال المعلق فقط هي اللي كسبقانينا ونطلق معاكم ان شاء الله في المرحلة التالية فخليوكم معي بايدنا اذا اخواتي غنحتاجوا في المورينغ اللي غنزينوا به هاد الوريدات هادو يشكلنا في الاول عندي كاز ديال السكر غلاسي نصف كاز ديال بايض البيض ما يعادي الجوج بايض ديال جوج بايضات وعندي كيس حتى الجوج من سكر الفاني وطبعا شوية ديال الملح سناخد الاناء غنوضع في هاد نصف كاز ديال العنبة ديال بايض البيض وغنوضع على هاد البيض هادا شوية ديال الملح وغنخدموه بنفس الطريقة اللي خدمنا المورينغ الاول يعني اتم طلعوا هاد البيض هادا فوق باماغي العافية تكون منقوصة والما ما يكونش واصل الاناء فكان وضعوا اخواتي الاناء فوق النار وكان بقاوم بدهوا بسرعة منخفض ومن بعد كنزيدوا في سرعة الطراب حتى كسبا لنا يعني بايض البيض شكلنا واحد الرغبة ومن بعد كن بدهوا نضيف في السكر الناعم ولا السكر غلاسي بدو فوعات ثلاثة كي مخدمنا في الاول واحنا كنطربوه بشوية بشوية به هاد الشكل هادا والنار رها منقوصة رغي كسبا مع الكاميرا على انه مجهده وانما رها منقوصة والما ما يوصلش من الاناء اللي واضعين يعني فيه البيض خاصو يكون بعيد من الماء طيب الاناء واحد ثلاثة سنتيم باش كنخدموه على راحتنا والبيض ما كي طيب موالو ونستمر اخواتي بهالطريقة هدي وغدا نقطع حتى كي يقرب المورنغ يطلع يطلع ان شاء الله وانطلق معاكم باش ميجيش ان شاء الله الفيديو طويل فكنستمرو بهات الشكل هادا حتى نكمل كمية دير السكر كلها كيما لحتوا اخواتي ها هو المورنغ اطلع لينا بهات الشكل هادا كيتشكل واحد المنقار دير العصفور كيف الخدمة الاولى اللي خدمنا بالمورنغ فاذب اخواتي غدا ناخد المورنغ اللي كانت بقى عندي واحد الكمية قليلة من المورنغ الاول اللي خدمنا حتى هو كان اخدم به يعني ما قضعتش يحاجه بالنسبة للكمية اللي غدا تخدمو في الله كتجيه ايها ديك في نص كيلو ديال القرقاع وكندير واحد ثلاثة ديال الورايدات بهذا الشكل هادا بالنسبة الراس ديال البوش اللي كان اخدم به تببه ماشي هو الراس اللي خدمت به في الاول يعني يكون صغر منه في الحجب فتيبقى لكم اخواتي الاختيار انا يا خدمت به هاد النوع هادا وكان انواع كتيرة يعني اللي عندنا في الانواع ديال هاد الريوس ديال البوش نخدمو بيهم فكنستمر اخواتي بهالطريقة هدي كنحاولو نخدمو المورنغ مزيان باش يجينا المورنغ يعني القوام دياله تقيل وبالتالي يجيونا هاد السنينات هادو واضحا فهاد الورايدات هادو وكنستمر اخواتي حتى نكمل كمية كلها اللي عندي فالفران ما كيكونش سخون بزاف الى كان الفران سخون بزاف ودخلنا هاد الحلوه هادي فهذا غير المورنغ غير يتحمر لنا وحنا ما بغيناش المورنغ يتحمر لنا يعني خاصو يبقى قدر المستطعم حافظ على اللون ديالو اللي كان شكلو بيه به هاد الشكل هادا سافيك تكون واحد الوقيته قليلة باش يطيب لنا غير المورنغ فخاصها تبقى لنا معلكة الى خلينا هاد الحلوه هادي اه مدة طويلة فالفران فنغلقوها قصاحة يعني الطياب ديال هاد الحلوه هادي بحل الطياب تماما ديال المعلكات اللي سبق وخدمت معاكم يعني ما نخليوش المعلكات او لهاد الحلوه اللي كتكون فحال هاكا مخدومة بالمورنغ مدة طويلة فالفران لانها غدا تقصاح وهدو هما الحبات اللي يبقوا عندي في اللاطة اللي عندي اخرى وانطلق معاكم ان شاء الله في الشكل النهائي فتيفقى اخواتي هادا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي شاركت معاكم اليوم حلوه كتجي صراحة بنينة بزف بزف كتجي معلكة وكيجي المورنغ صراحة بنين وكتجي يعني طبقة ديال المورنغ كتجي مقرمشة اه الى بغيتوا يعني تخدموها بالكاوكاو في الكاوكاو اللي بالقشرة دياله وكان حمروه في الفران وكان حيدو لها القشرة وكان طحنوه بحال الطحين اللي طحننا لقرقاء بغيتوا تديروها باللوز فممكن تديروها باللوز ولكن هي في الاصل دياله وباش كيخدموها الناس دي الاسفي تيخدموها بالقرقاء هذي الوصفة الاصلية ديالها بغينا يعني نعوضو القرقاء بالكاوكاو او لبلوز فممكن اخواتي تبقى لكم الاختيار ولكن بالقرقاء كيجي واحد المطاق صراحة مميز وكتجي بنينة بزاف بزاف فان شاء الله اخواتي تجربوها بصحة والراحة وتنال اعجابكم وان شاء الله غدا نحاول نقسم معكم وحد الحب بغي باش نوريكم كيفاش كتجي هذ الحلوة هذي والتعليكة ديالها كيف كتبان والقرمشة ديال المورين كيف كتكون هنتم اخواتي غدا نحاول نقسم هذي الحب هذي واي حاجة اخواتي ما واضحاش مزيان ما مشروحاش مزيان خليوها لي ان شاء الله تتعاليق نجاوبكم عليها باذن الله هانتو ما كيفاش كيجي الشكل ديالها كيجي صراحة بنينة بزف بزف وهنا يا هانتو ما اخواتي غدا نحاول نقسم معكم هذي الحب هذي هانتو ما كيفاش كتبان لاحظوا المورينج يعني كيكون مقرمش والحلوة تحت او للطبقة ديال القرقاع كتجي مع الكاك نحاول نورك بهالطريقة هذي باش نوصل لكم الصورة اخواتي كيف كتكون فما قال يا اخواتي الا نقول لكم سهلا وفراتكم بزف بزف والى لقاء اخر في فيديو اخر اشتركوا في القناة